السلام عليكم وعامكم بله وعفاقكم حياة المضاع متابعين في كل مكان مع نجو كرس الاسكندرية هنشوف منديل دوت مع المتداردات هينشكل منديل دوت الكلوش هنبتوه بشكل هنوضح فيه صغرة مهمة كل كنتوه فيه لو انا جيت ده البطرون الاساسي بدون اي وضافات طبعا الكلوش ليه ورد يمي احنا بنعمل اللي ماشا بالورد وبنعمل الكلوش واما بنعملها على عرض القماش اللي حكمنا حين عرض القماش مش عريض كفاية فاللي حكمنا هنا عرض القماش فاحنا عايزين نعمل التوسيع بتاعت الكلوش على عرض القماش دي مجيمة معلومة مهمة بالنسباتك وكلون اذا انا جيت ده البطرون الاساسي اذا انا جيت واحد الجزئية دي كده وقصيت دي ما فيهاش كلوش ده بطرون بطرون قلية اولى وما فيهاش اي اضافات طب انا عايز اعمل هنا دلوقتي اعمل لو انا جيت عملت البطرون كده. كده. اسابق الرقبة الاول. شوفوا الشكل ده. خلينا نقول معلومات دي الاول. خطين مستربة. مستربة. بصي كده. ده البطرون الاساسي. جيت من هنا. جيت من هنا. وحاكم العلامة من من لدارة البطر لحاجة لنهاية القماشة. احيانا كتيرة بيطلع منكو تجنيحة الجزئية دي. ليه? لان انت عرضت زيادة بعرض المسطرة كده. خانت عرضتيها زيادة. التعريضة دي بتعمل ان عندك تجنيحة. هيا. بتيجي قليل ما ده بقامل انا عند الضلم الجنة. او لافف. او عام البوزة كده. بتقولي نفسي جنانة عايزة اقولك ايه? بقولك يا حبيبتي لو انت عاملها كده اهو. لو انت عاملها كده تعالي كده وشيني الجزئية دي. عشان تضيعي التجنيحة بتاعك. فدي معلومة. انا بقى مش عايزة اعمل ديك وعايزة اعمل فكرة تاني. ايه هي الفكرة? الفكرة اللي انا مش عايزة التجنيحة ديك تطلع مني. مش عايزة تطلع مني. نتيجة القلية اللي انا بعملها ديك المسطرة. ان انا وسع كده. فعايزة اعمل حاجة تاني. الحاجة تاني. ايه هي? انا هجيب البطرون كده بالشكل ده. هفتاحه كده بالشكل ده. هفتحوا كده بالشكل ده. اهو. احط ده بروسه. ايه اللي حوصل عندي هنا? انا وسعت الديل بالتوسيع اللي انا محتاجه بس ما عم تروهش تجنيحه. طيب ايه هنا اللي حوصل الجزئية دية? نزل الجسم الموديل من تحت البوض على الجسم. وهيبدأ التوسيع من المنطقة دي. وهيبدأ التوسيع من المنطقة دي. تمام? اوسع هنا بالقدر اللي انا عزاه. اهو. هوسع القدر اللي انا عزاه. بحيث ما يعمل ليش تجنيحة واخد شكل الموديل. طيب دي طريقة. الطريقة التانية. ان انا ممكن اجيب الموديل كده من هنا من عند الرقبة. اسبط شوية من عند الرقبة هنا من الامام كده. اسبط شوية هنا كده. كده. واحرك البطرون اهو. احرك البطرون جدعي كده. شوية كده. يبقى انا سبط البطرون من دوسية دي. اهو. يعيد عن الرقبة. حركت البطرون. شوية كده. الجزئية دي اتزودتها بحيث. انا لما عملتي كده. وعملتي كده ما يطلع ليش التجنيحة دي اللي انا بقولك عليها. التجنيحة اللي تطلع لك هنا دخلتها انا هنا في الوسط. طيب لما اني دخلتها في الوسط استفدت بيها هنا. في الامام تعمل ورورة احسن ما تطلع لي هنا في الجوانب وتعمل لي آآ عبدة او القماش يرمي على بعد او يبقى شكلها مش مصبوط من هنا. دي معلومة مهمة وحبيتها اتضحها لكم يا رب تكونوا مش لفدتوا منها. تشوفكم في الفيديو بقدر ان شاء الله.